استدعت وزارة الخارجية اليوم سفير الجمهوريات اللبنانية لدى مملكة البحرين وسلمته مذكرة احتجاج عبرت فيها عن استنكار المملكة الشديد لتصريحات التي أدلى بها وزير الإعلام اللبناني تجاه المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وما ساقه تجاه مجريات الحرب في اليمن من إدعاءات باطلة تنفيها الحقائق الموثقة والبراهين المثبتة دوليا وأكدت الوزارة في مذكرتها أن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها جماعة الحوث الإرهابية بحق الجمهورية اليمنية وشعبها الشقيق واعتداءاتها المستمرة على المملكة العربية السعودية منذ انقلابها غير الشرعي على الحكومة تدحض هذه تصريحات غير المسؤولة التي خالفت العرافة الدبلوماسية ومثلت إساءة مقصودة لدول تحالف دعم الشرعية في اليمن وتجاهلت المبادئ والقيمة التي تحكم العلاقات الأخوية بين الدول العربية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر